طبعا قبل أن نتطرق على موضوع أسعار النفط والإغلاق الأسبوعي والتطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثير على الأسعار لا بد أن نتكلم مايا عن الأسبوع الماضي كان حدث عندنا جدا مهم كان عندنا ملتقى توطين قطاع الطاقة في الرياض كان هو في نسخته الأولى وكان طبعا تحت شعار تمكين التوطين في إمدادات الطاقة في إمدادة الطاقة جميعها وهذا يشمل النفط يشمل الغاز ويشمل أيضا الطاقة المتجددة وكما نعلم جميعا أن المحتوى المحلي هو محور رؤية السعودية 2030 وهو متمركز وتمركز أولويات المنافسة فيه تصوري طبعا أنه الآن وزارة الطاقة أخذت على عاتقها توطين قطاع الطاقة بعد أن كان مع شركات الطاقة نتكلم كان عند أرامكو السعودية وكان عند شركة كهرواس السعودية الآن أخذت وزارة الطاقة على عاتقها هذه المهمة الجدا مفصلية وبالتالي مثل ما ذكر سمو وزير الطاقة الأمير عبداليز بن سلمان ذكر بكل شفافية شفافية مرحلة الإصلاحات الشاملة للرؤية أنه كان عندنا ضعف في سلاسل الإمداد أثناء الجائحة وهذا ما جعل أنه هناك ضرورة ملحة جدا لتمكين توطين هذا القطاع الحيوي والمهم جدا وكما ذكر وزارة الطاقة أنه 40% من الناتج الإجمالي السعودي يأتي من قطاع الطاقة لذلك الآن نتوقع مرحلة قادمة مهمة جدا لقطاع الطاقة وتوطين قطاع الطاقة مع تولي وزارة الطاقة هذه المهمة ووزارة الطاقة السعودية هي الجهة المنفذة لإستراتيجيات المملكة في الطاقة نأتي على سؤالك بالنسبة لأسعار النفط نحن نحظنا مايا ارتفاعات طفيفة جدا لإغلاق الأسبوع هذا 3 دولار فقط مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي من 73 دولار خام برينت إلى فقط 73 إلى تقريبا 75 دولار إغلاق الأسبوع هذا أو 76 دولار لا زالت أسواق النفط متوجسة لحالة عدم اليقين الجيوسياسي الآن حالة عدم اليقين الجيوسياسية أو التطورات الجيوسياسية تحولت من عامل صعودي إلى عامل هبوطي تحولت إلى عبء الآن عندنا على منصة أو على خام برينت في الأسواق العقود الآجلة الآن المضاربين لا يستطيعون أن يعلموا في أي اتجاه يذهبون في عملية الشراء أو عملية البيع عندنا تكدس كبير للفيوتشيرز كونتراكت على منصة خام برينت نتكلم الآن الأوبن انترست عندنا تقريبا أربع مليون عقد اللي هو أوبشن كونتراكت كل عقد عبارة عن ألف برميل يعني عندنا الآن إحنا أربع مليار برميل على منصة برينت فيوتشيرز تنتظر المضاربين أنهم يتحركوا ويبدأوا في عملية المراهنات لا يستطيع المضارب أن يراهن على اتجاه هبوطي للأسعار ولا يستطيع أن يراهن على فلات مومنتم للأسعار ولكنه ينتظر الأخبار أو المعنويات التي تتؤثر على الأبوارد مومنتم للتقلبات الصعودية ولأنه هناك عامل أيضا ثاني يضغط على أسعار بالإضافة لحالة عدم اليقين اللي أسميها الجيوسياسي عندنا الضغوط الكبير لمخاوف نمو الطلب على النفط اللي هو ويكنينج أويل ديماند آوتلوك وتستمر وكات الطاقة الدولية في ضخ المزيد من الأخبار البيرش سنتيمنت الأخبار السلبية الهبوطية اللي تضغط على أسعار هبوطا وكما ذكرت أسبوع الماضي مع عربية بزنس تكلمت وكات الطاقة الدولية في عملية إزاحة لستة مليون برميل يوميا من الطلب العالمي عن نفط تستبدل مع نمو السيارات الهربعية في الصين الآن وكات الطاقة الدولية ضخت إنجكت خبر آخر أو توقعات هبوطية أخرى اللي هي عملية تفاقم المعروض من النفط والغاز مع نهاية على العقد حتى وإي كانت توقعاته كانت طاقة دولية على المستوى المتوسط في نهاية هذا العقد ولكنها تؤثر الآن على معنوية السوق تؤثر الآن على استثمارات المنبع استثمارات المصب وبالتالي على معنوية السوق وضخ المزيد من الأخبار الهبوطية والمعنويات السلبية التي تضغط على الأسعار هبوطا وبالتالي عندنا ضغط جيوسياسي وعندنا ضغط من مخاوف الطلب عن النفط لا زالت تضغط على أسعار النفط هبوطا مع قلق وتوجه كبير وتوتر من المضاربين أخواف الجيوسياسية من شأنها ترفع الأسعار يعني ضغوط الجيوسياسية من ناحية هي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولكن في الفترة الماضية كان القلق بشأن الطلب من الصين هو الذي ربما الطاغي وكنا نشهد بعض التراجعات قبل الارتفاعات الأخيرة وبالتالي اليوم كيف تشوف الطلب من الصين الذي كان أيضا مسؤول في العقود الماضية أو تاريخيا أنه يمثل النمو الأكبر في الطلب أو الزيادة الأكبر في الطلب تاريخيا طبعا صحيح كلامك معي المخاوف الجيوسياسية تؤثر على الأسعار ومفترض أنها ترفع بالأسعار إذا في حالة أنها أثرت على الإمدادات المخاوف الجيوسياسية الآن مع الضربة الإسرائيلية على إيران التي كانت على مرافق عسكرية وليست مرافق نفطية تؤثر في حالة أثرت على أمدادة النفط ولكن إلى الآن لا يوجد أي تأثير لأي مخاوف جيوسياسية أو ضربات عسكرية على مرافق النفط الإيرانية وبالتالي مثل ما ذكرت لك أنه هي حالة عدم يقين جيوسياسي تضغط على أسعار هبوطن بالنسبة للصين الصين هي العامل الأكبر لأي حسابات في معادلة نموط طلب على النفط وبالتالي أي تحركات في الصين سواء بنموط طلب على النفط بانخفاض الطلب على النفط بزيادة السعة التكريرية لمصافي التكرير خبوطاً أو ارتفاعاً كلها تؤثر على الأوتلوك على توقعات الطلب على النفط وبالتالي حتى عندما ذكرت لك موضوع السيارات الكهربائية في صين وهي استخدامها في حالة ارتفاع كبير هذا الآن تستخدمه كالطاقة الدولية لكي تضغط على توقعات نموط طلب على النفط أنه سوف نصل بنهاية على العقد إلى مرحلة البيك أويل ديماند وهذا فيه تناقض كبير جداً مع استمرار طلب على النفط السيارات الكهربائية الطاقة المتجددة الطاقة الخطراء كلها سوف تدعم مزيج الطاقة العالمي والذي هو لا يستطيع مصدر واحد من مصادر الطاقة أن يلبيه ونحتاج جميع مصادر الطاقة سواء الوقود الحفوري أو الطاقة النظيفة أنها تلبي الزيادة في الطلب المضطرد العالمي على النفط أو على الطاقة عموماً إذن في الفترة المقبلة ترى ضغوط نزولية على أسعار النفط خاصة أنه أيضاً المعروض يعني أمبل سبلايز في الأسواق هناك الكثير من المعروض من النفط في الأسواق لا نستطيع أن نقول أنه إحنا عندنا في أمبل سبلايز السوق الآن تقريباً في مرحة الإيكوليبريم لكن إحنا عندنا ضغوط من انخفاض الطاقة التكريرية لمصافة التكرير في آسيا والمصافي الآسيوية المطلة على المحيط الهادي عندنا خيبة أمل في الطلب على الديزل وهي سوف تكون مؤثرة في هذا الربع الأخير من العام عندنا خيبة أمل من الطلب على المدل دستلت اللي هو المقدرات المتوسطة التي تتشمل الديزل وغود الطائرات الجيت فيول وأيضاً زيوت التدفع اللي هي الهيتينج أويل هل سيكون فيه عندنا ارتفاع الهيتينج أويل الآن مع دخول فصل الشتاء هل إحنا عندنا تفاقم في المخزونات النفطية العالمية للمدل دستلتس أو الديزل أو وغود تدفع لا يفاقم من ضرورة زيادة الطلب على الديزل والفيول أويل لا نعلم هل مواسم السفر في نهاية العام وفي الإجازات سوف تزيد من الطلب على وغود الطائرات كل هذه العوامل سوف تكون الآن مفصلية في معادلة الطلب على النفط وبالتالي سوف تنعكس على أسعار النفط مهم جداً الهوامش الربحية لمصافي التكرير في تراجع كبير فيها هذا أيضاً يضغط على أسعار النفط هبوطاً ولكنه لا يضغط كما تضغط وكات الطاقة الدولية بالمشاعر السلبية الهبوطية التي تتفاقم مع توقعاتها لانخفاض نمو الطلب على النفط ترجمة نانسي قنقر